مشاهدين الكرام أهلا بكم في هذا العرض حول أهم القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه السلطة فمنذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن حكم الولايات المتحدة الأمريكية اتخذ العديد من القرارات الداخلية والخارجية أبرز تلك القرارات كان مشروع قانون الإنقاذ الذي قدمه بايدن بقيمة تريليون وتسعمائة مليار دولار لمساعدة الأمريكيين على مواجهة تدعيات جائحة كورونا كما تراجع بايدن عن القرارات التي اتخذها سلفه دونالد ترامب حيث قام بإلغاء القرار الخاص بحضر السفر المفروض على دول ذات أغلبية مسلمة والذي اتخذه الرئيس السابق في عام 2017 بايدن أعلن أيضا العودة لاتفاق باريس للمناخ بعدما خرج منه ترامب في نوفمبر 2019 كما ألغى أيضا انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية ملف الهجرة أيضا كان من أبرز الملفات التي سعى بايدن إلى إصلاحها منذ توليه المنصب حيث أصدر قرارا بتعليق بناء الجدار مع المكسيك والذي أنفق عليه ترامب نحو 25 مليار دولار مستخدما التمويل العسكري ومن أجل لم شمل العائلات المهاجرة أصدر بايدن قرارا بتشكيل فريق عمل لمحاولة جمع شمل ما يقرب من 700 طفل ما زالوا منفصلين عن عائلاتهم بسبب سياسات ترامب كما أعاد الرئيس الأمريكي فتح قنوات الهجرة القانونية من خلال تحسين وتسهيل منح تأشيرات الدخول وتغييرا في نظام اللجوء وتسهيل عملية منح الجنسية للمقيمين بايدن وقع أيضا قرارا يقضي باستمرار الحد الأقصى لقبول اللاجئين الذي أعلنه سلفه دونالد ترامب ويبلغ 15 ألف شخص لكنه تراجع وقال إنه سيرفع هذا العدد وبهدف مواجهة أزمة التغير المناخي قام بايدن بفرض الحضر على بعض عمليات التنقيب عن الطاقة خاصة التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي العامة أما في الملفات الخارجية أعلن بايدن سحب قوات بلاده من أفغانستان بحلول سبتمبر الرئيس الأمريكي أيضا وقع على قرار بفرض عقوبات على روسيا مشاهدين الكرام استعرضنا لكم في هذا العرض أبرز قرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي اتخذها خلال مئة يوم من تنصيبه شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء